وما الأشياء المعينة على تدبر القرآن فهم القرآن فيا كثيرا أهمها قراءة القرآن بالتدبر فهذا يعين على أمرين عظيمين متى ما حصلهم الإنسان فقد حصل خيرا عظيما بل نقول قد لا يفوتوا شيء الأمر الأول الفهم الأمر الثاني أن هذا يكسب العبد الخوف والخشية من الله ومتى ما فهم العبد مراد الله وخشيه وخافه فقد أدرك الخير أجمع الأمر الثاني الاستعانة بكتب التفاسير فإن الذي يجعل الكثير لا تأملون في القرآن ولا يتدبرون القرآن أنهم لا يفهمون المعنى التدبر يجلب مسألة الفهم فلذي تدبر موضع من القرآن لم يفهم رجع إلى كتب التفاسير وهذا كسبه العلم والله جل وعلا قال في موضع أي من القرآن أفلا يتدبرون القرآن قال تعالى في موضع الأول ولو كارم عند غير الله لو وجد فيه اختلافا كثيرا في موضع الآخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أن تدبر القرآن واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا بفا وواجب ولا يتم فهم القرآن إلا بالتدبر والفهم عن الله واجب قال ذكر من القيم رحمه وتعالى في المدارج على سباب العشرة الجالب لمحبة الله وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر بما أنزلت الكتابة لليفد إليك الكتابة لليفد إليك الآن تتأمله وتتدبر المطلوب من هذا الخطاب من هذا التوجيه فليسا يتأمل كلام الله جل وعلا وتدبر المطلوب منه لأنه لا يمكن يعمل وهو لا يفهم والعلم يسبق العمل فإن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل والنسان يقول في كل صلاة غير مغضوب عليهم ونضالين يقول يجل الصراط المستقيم هذا الصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير مغضوب عليهم هم اليهود معهم علم ولم يعملوا بعلمهم والضالين النصارى يتعبدون الله على جهل فأنت تسأل الله جل وعلا أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق النصارى قد ذكر شيخ السلام رحمه الله بأن العبد يسأل الله في اليوم الليلة أن يجنب طريق المغضوب عليهم والضالين سبع عشرة مرة وقد يكون من المغضوب عليهم ومن الضالين هو لا يشعر إما أنه لا يعمل بالعلم أو أنه يعبد الله على جهل ومن ثم قال بعض السلف احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وقال سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى فمن فسد من العلم في شبه من اليهود لأنه معه علم ولم يعمل به ومن فسد من العباد لأنه يعبد الله على جهل أسباب وجود الضياع في كثير من المسلمين أسباب وجود جماعات على نسق طريقة هذه الجاهلية كالصوفية وأمثالهم هو الجهل هذه نشأت تحت غطاء الجهل وتحت عباءة أهل أهل اللهوة والجهل ينتج في الأمة كل رضيلة ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوصي الناس بالعلم وأنه أفضل من العبادة وظرب مثلا بالخوارج فإن الجهل جرهم إلى أن حملوا السلاح وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملهم على ذلك إلا الجهل ولو كان عنده والوحد علم ومثقال ذرة من عقل ما حمل السلاح في وجه عالي رضي الله عنه وعلم أشهد له بالجنة العقل عقل يدل مدى أشهد له بالجنة اتبعه هذا العقل فالله عن النقل ولكنه هو الجهل يرون أنفسهم أعلم منه وأفهم بكتاب الله وهم لا يفهمون شيئا ولو كان عندهم علم لحجزهم عن ذلك فهذا مجرد استطراد على سؤال الأخ ومن الأشياء المعينة على تدبر القرآن أن اللسان يعلم أن التدبر واجب فإذا عرف أنه واجب حمله ذلك عرفه وجوب التدبر ومن ذلك أن يعلم بأنه بدون التدبر لا يمكن يحصل خجوع وخشية وإنابة وبكى لأنه يفهم الخطاب لا يبكي لأنه لا يدري ماذا يقول المتكلم ولا يدري ماذا يراد منه في هذا الخطاب ومن ثم قال بعض أئمة السلف يا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه ومن أسباب تدبر القرآن وأسباب الجالب أيضا لمحبة الله جل وعلا أن هذا عبادة وقربة لله جل وعلا فإذا عرف العبد أن التدبر قربة لله يتدبر ويتأمل شكرا